من المقرر يلتحق لواء مسلح من أبناء العشائر العربية في محافظة نينوى بمركز للتدريب يتبع وزارة البيشمرقة في أقليم كردستان صرح بذلك المتحدث باسم اللواء مزاحم أحمد الحويد موضحا أن أكثر من ألفين من أبناء العشائر العربية في محافظة نينوى التحقوا باللواء الذي يتبع وزارة البيشمرقة في أقليم كردستان وتعد هذه أول قوة عسكرية عربية في محافظة نينوى تتبع قوات البيشمرق الكردية